أخ عبدالوهاب وشفهمت من خلال الكلام بتاعك أنت مستعد للمصالحة وإنما هذ الناس ما حبوش هما أنه يحشموا وبالتالي انترك التابع فيهم قضائيا بسبب الجرائم اللي هما ارتكبوا يعني ارتكبوا الجرائم ومع ذلك انترك مستعد للمصالحة لكي تكون هناك مصالحة لكن هما اللي راهم رفضين وبالتالي ما دام رهم هما رفضين لازم نتابعهم قضائيا في المحاكم الدولية أنا ما نشخرم الشيخ علي بالحاج سمعت هذا وش نقول لك هذه هي نعم نحنا رانا مساعدين نتسامحوا بيناتنا ونخليوا الشباب يبنوا البلاد بالزاف يا صاحبك كنت سمعت باللي الاتيوبي خير منا يا محمد سيدي سمعت حنا سبعين سنة استقلال مبنينا ولا وزدنا هدمنا هادوك اللي باتيمون اسمانيين اللي خلات فرنسا في البولوار فرندبير تحت زائر هادوك اللي باتيمون كلاوهم ما كان نيو انتروتيني والو اللي طرقان محفورين الخماج على هيا يا أخوي على هلين هادشي على هولادنا أولاد أولادنا يعيشوا لتما هادوك اللي باتيمون كلاوهم هادوك اللي باتيمون كلاوهم هادوك اللي باتيمون كلاوهم ما عليش نعم الأخ صديق نفس السؤال اللي وجهته للأخ عبدالوهاب علش انت يا رك مازالك مصر للمتابع انت على خالب نظار يا هلطارا هو انك انت تشوف باللي هادو الناس محبوش كما كان يقول الأخ عبدالوهاب محبوش يعشمو وإلا عندك حسابات واحد اخرى اللي انت من أجل هارك انت تتابع في خالب نظار والله بكل صراحة أنا قلتها ونعودها أنا وصرا لي بلك قطرا في بحر وصرا لزلجيريا كل صراحة وكان بعض الناس تقول لك والله هنا عبدالوهاب والصديق شجعان والله كانوا في بلسنا بلك يديروا كتر لأنه هو في فرنسا وانا في سويسرا احنا ميقسنا اولو هنا وعندنا جونا تهديدات وانا ها والله مؤخرا عبدالوهاب قلت له يدير دبالك فرنسا قال لي والله ينمشي وين جات وين جات جي وكذلك فهمت أنا كذلك يعني بكل صراحة بش تشوف انت بش تشوف واحد مجرم حاكمين عليه عشرين سنة سيجن يوريوه في الطيارة عباك شمع انتاك يوريوه في الطيارة ويبايعوا له حبي يقول انتو ما قاعي اللي زلجيريان في كمه في الحشيش هكذا فهمتانا وعبدالوهاب كذلك وفهمها هكذا واش معنتها مجرم مجرم حكمته عليه عشرين سنة وزيد المحاكم الدولية راه يتبع فيه انتا يتوريه مبيعين له طالع هو جامي خرج نزاروا جمعتوا جامي كانوا خارجين من نظام المؤسسة في الزاير مؤسسة ولا سلطة ولا ولا عصابة سميها كيمتها هادوك المافيا اللي كانوا يسيروا في الزاير هو تاني معه نزار والتوفيق وتواتي وهارون ودارين واحد الكاراكوز زعمه سيفين من القدام بصح هي المخابرات العسكر هما كما قولوا الرؤوس هادوك هما اللي يسيروا في الجزائر حبه من حبه وكارهه من كارهه حنا مناش ما هادروا على مؤسسة مؤسسة حاشة حنا كان في النظام كان ناس ولد فاميليا في المخابرات كان ناس ولد فاميليا وفي العسكر كدلك لانه هادو الجزائر بلد شهداء جامي ما تجيبش الرجال توجور يبقوا فيها رجال كان ناس بزاف شغول تحب الدركتيكي وديرناتيكيات انتو مات ضد العسكر ميش الهضرة هاديها احنا 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 اهالينا ضحاوا على الجزائر ماتوا على الجزائر كيف انا فاميليا كانوا عسكر انا 13 الواحد قتلتهم فرنسا واش كانوا هادو كانوا انا في دين سلاح وعبد الوهاب وانتا وفلان احنا ما نهضروش على المؤسسات نهضروش على المافيا المجرمين اللي راهم يسيروا في المؤسسات اذا انت مازالك الاخ صدق مكش متراجع فيما يخص بالقضية هذه اللي رك رفح انت والاخ عبد الوهاب بخالة نظار والله بالموت انا والله ما انتراجع وعبد الوهاب كذلك وحنا اكبر نظرك اولا وانموتوا تبقى نتبعوا احنا وانزيد نقول لك نوردين انا ارفعت دعوة في الهاي انتفعت الديبوزيت ولو سمحني ولو يقفلوا علينا بارتي والله ما نطلقوا وعبد الوهاب كذلك وناس بزاف ماذا نقولها والله خاطش علىها لانه هما هما نظاروا واجمعتوا هما سباب الاجرام في الجزائر الصاني اشتركوا في القناة